أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زميم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغضوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرشون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلابمون قالوا يا عيننا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفلجعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيمين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم في النهلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالبون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مصطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبذ لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحون إذ نادى وهو مكذور لولا أن تداركه نعمة من ربه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم